اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اتعملت مع الموقف بقوة وصرامة من منطلق ان المبادئ فوق البطولات واتكلمنا عن موقف اللجنة العليا للنادي الاهلي وانحيازها لنشر الرياضة في ظل ازمات مالية عنيفة فرغم الازمات اصرت قيادات الاهلي على الاستمرار في دعم المنافسات لنشر الرياضة بين المصريين فدعمت لعبة التنس رغم قلة مواردها وقفت والرأي سكرتير لعبة التنس اللي قال فيه النادي مخصص للرياضة وليس للكسب ويمكن تدبير الكسب عن اي طريق تاني واخيرا اتكلمنا عن تسبب ثورة 1919 في تراجع عدد الاعضاء وبالتالي تراجع موارد النادي من الاشتراكات ومش بس كده توقفت اجلب انشطة النادي كاس احمد حشمد باشا ما تلعبش والاهلي ما اشتركش في بطولة كاس السلطان حسين وتم الغاء معظم المسابقات الرياضية وكمان توقف تنظيم الحفلات بالنادي المباريات والمسابقات المختلفة والحفلات كانوا مصدر دخل رئيسي للنادي جنب الاشتراكات لكن كان ده قدر النادي في الوقت ده لان عضاءه كانوا وقود ثورة 1919 اللي كان اهم مكاسبها ظهور شعار مصر للمصريين شعار اثر على كل مناحي الحياة في مصر ومنها الرياضة فبدأ مشوار تكويل اتحادات رياضية مصرية في نفس السنة وبدأ بلجنة شكلها اعضاء الاهلي لتأسيس اتحاد رياضي للاندية وتم الاعلان عنها في 6 فبراير 1919 لكن ما اكتملتش لقيام ثورة 1919 لكن في مطلع 1920 حدث اول صدام حقيقي بين المصريين اللي كانوا بيصعوا لتمصير الرياضة المصرية والاتحاد المختلط بقيادة انجلو بولاناكي وكان اختيار البعثة الولمبية المصرية في دورة انفرس 1920 محور اسراع اللاجنة الولمبية الدولية بعتت دعوة لمصر عشان تشارك في دورة الالعاب الولمبية المقرر اقامتها بمدينة انفرس اللي هي في بلجيكا واللي اسمها بالانجليزية انتورب في الوقت ده كانت اللاجنة الولمبية بيسيطر عليها الاتحاد المختلط ورئيسه انجلو بولاناكي انجلو بولاناكي كان سجل نفسه كممثل لمصر في اللاجنة الولمبية الدولية فاتصل بالحكومة المصرية بصفة عضو اللاجنة الولمبية الدولية وطلب موافقتها بارسال بعثة تشارك في الدورة الولمبية وكمان الحكومة تتحمل تكاليف سفارها الحكومة المصرية ممثلة في مجلس الوزراء شكلت مجموعة لجان لاختيار البعثة المصرية وهنا حصل الصدام الاندية المصرية وعلى رأسها الاهلي شايفة ان اختيار البعثة امر مصري خالص وده عكس رغبة انجلو بولاناكي وعكس رغبة الاتحاد المختلط اللي مصمم يفضل مسيطر على الرياضة المصرية لكن رغبة المصريين انتصرت في كرة القدم على سبيل المثال اتشكلت لجنة لاختيار الفريق برئاسة جعفر ولي باشا وكيل النادي الاهلي وضمت اعضاء من مختلف الاندية يعني عن وزارة المعارف مستر سامسون ومستر سامسون كان مرائب الالعاب في الوزارة وكان من نظر مدرسة المعلمين في نفس الوقت ومحمد ده فندي صبحي من النادي الاهلي وابراهيمة فندي علام من النادي القاهرة ونقول فندي عرقجي من النادي المختلط واسماعيل فندي يسري من النادي السكة الحديد وطه فندي السرجاني من النادي العباسية وتم تعيين محمد فندي صبحي سكرتير اللجنة ونفس الامر اتكرر في باقي الالعاب اللي حتشارك في الدورة الولمبية وفعلا شاركة مصر في العاب كرة القدم والجنباز ورفع الأسقال والمصرعة والعاب القوى وسلاح الشيش ببعثة كونت من 24 لعب ضم منتخب مصر لكرة القدم من الاهلي كامل طه ومحمد السيد ورياد شوقي وزاكي عثمان ومحمود مختار سقر وحسن علي علوبة وضمت كمان في سلاح الشيش أول لاعب أولمبي مصري اللي هو أحمد حسنين بيك اللي شارك وهو طالب في دورة استوكهلم سنة 1912 أحمد حسنين بيك اللي بقى بعد كده أحمد حسنين باشا رئيس الديوان الملكي ورئيس النادي الأهل في منتصف الاربعينيات كان أهم نتائج الدورة حصول المصارع أحمد رحمي على المركز التاسع في المصارع الحرة تحت 75 كيلو أما منتخب مصر فلعب يوم 28 أغسطس سنة 1920 مع إيطاليا وخسر اتنين واحد ودي كانت أول مباراة رسمية في تاريخ منتخب مصر لكرة القدم ومثل المنتخب في المباراة كامل طاها محمد السيد عبد السلام حمدي رياض شوقي علي الحسني جميل عثمان توفيق عبد الله حسن علوبة حسين حجازي سيد أبازة زاكي عثمان ويعتبر هدف مصر في المباراة أول هدف رسمي في تاريخ منتخب مصر لكرة القدم وسجلوا لاعب الأهلي زاكي عثمان بعد كده لاعب منتخب مصر يوم 2 سبتمبر 1920 مع يوغوزلافيا وكانت المباراة على مراكز التردية عشان نحدد الترتيب العام وفاز منتخب مصر 4-2 وده كان أول فوز رسمي لمنتخب مصر في تاريخ كرة القدم المصرية وأحرص أهداف المنتخب سيد أبازة هدفين وهدف لكل من حسين حجازي وحسن علوبة الصدام اللي حصل في تشكيل بعثة مصر في دورة أمفرس الأوليمبية 1920 كان بداية حقيقية لتغيير فكر المصريين تجاه الرياضة الرياضة المصرية ملكي مين إحنا ولا الأجانب وليه الأجانب يدروها ما إحنا نقدر ندرها وبكفاءة كمان فنجح المصريين بقيادة جعفر ولي باشا وكيل النادي الأهلي في فرض رؤية المصريين في اختيار أفراد بعثة مصر الأوليمبية وبدأ دور الأهلي في قيادة عملية تمصير الرياضة يظهر بوضوح وكان ده سنة 1920 كانت تداعيات صور التسعتاشر ما زالت بتسيطر على أجواء العاصمة ففي الجامعية العمومية للنادي الأهلي يوم 19 مارس 1920 أعلن أحمد فؤاد أنور سكرتير النادي التالي رأينا محافظة على راحة الأعضاء عدم السماح للأجانب بدخول بناء النادي ولما كان هذا المنع يتطلب بناء أوضة ليخلع فيها اللاعبون من غير الأعضاء ملابسهم شرعنا بناء هذه الأوضة وتم بناؤها وادخلت إليها مواسير المياه ولكن نظرا لارتفاع أسمان الأكشاب لم يتم عمل السقف للآن وقد بنينا مخزنا كان النادي في حاجة إليه وأتعشم أن يتم عمل السقف قريبا حتى ينتفع النادي من هذا البناء القرار ده كان أول قرار من نوعه في تاريخ الأهلي الأهلي في الوقت ده كان بيضم أعضاء أجانب من جنسيات مختلفة وبيدخلوا مصريين وأجانب برضه بس بتذاكر تم منع دخول أي أجنبي مش عضو في النادي وده كان يوم 19 مارس 1920 ومن الأخبار المحزنة سنة 1920 كان وفاة أحد نجوم أول فريق كرة قدم بالنادي الأهلي واللي قال عليه حسين حجازي أمهر من لعب مع الكرة وهو حسنين محمد الشهير بزوبة والحقيقة الجماعية العمومية للنادي نعيته يوم 19 مارس 1920 وبعد سنتين عانى فيهم النادي من أثار صورة 1919 جاءت سنة 1921 السنة دي شهدت أحداث كتير مهمة ازدهار في أنشطة النادي وزيادة في مساحته وقطار تمصير الرياضة المصرية انطلق بلا توقف بدأ النشاط يرجع لكن ببطئة وتقرير وتقرير حالة النادي عن عام 1921 واللي ألقى سكرتير النادي فؤاد بيك أبازة في الجماعية العمومية المنعقدة يوم 20 يناير 1922 ذكر الآتي سافر فريق كرة القدم إلى بورسعيد وتبار مع الفريق المنتخب هناك منتخب من أدية بورسعيد فلم يتغلب أحد على الآخر يعني المباراة انتهت بالتعادل ثم سافر إلى أسيوت واحتفل هناك احتفالا فخيما للغاية وعاد مكللا بالفوز ونفس الأمر عمله فريق التنس اللي سافر أسيوت ولعب مع فريق أسيوت مساحة النادي الأهلي عند تأسيسه كانت أربع فددين وتمن قراريت وسبعتاشر ساهم وفي منتصف عام 1921 استلم النادي قطعة أرض جديدة وجي في الجامعية العمومية للنادي القاتي فبعد مخابرة مصلحة الأملاك الأميرية قد صار استلام قطعة أرض جديدة غرب النادي مساحتها نحو الأربعة فددين ولأنها كانت منزرعة أشجارا ونباتات مختلفة فقد اكتص بعضها ووضع ضربزين خشب على حدودها وإعدادها لتكون ملعب كرة آخر تام الأبعاد وازداد الملعب الحالي ببعض ياردتين يعني حوالي ياردتين الصيغة كده عن المسافات اللازمة للأبعاد الدولية الرسمية وبوجود هزين الملعبين يتمكن النادي من السماح لبعض فرق الكرة باللعب في النادي مقابل رسوم يتفق عليها الأرض الأرض اللي ضمها النادي كانت بالزبط ثلاث فددين وواحد وعشرين إرات وثمانتاشر سهم وبكده أصبحت مساحة النادي ثمان فددين وستة قراريت وحداشر سهم يعني تقريبا كده مساحة النادي بقت الضعف الملعب الرئيسي للنادي كان مسحوم بأنشطة مسابقات الطلبة زي كاس أحمد حشمة باشا وسوداسيات كرة القدم وغيرها من المسابقات في نفس الوقت ملعب الأهلي أصبح ملعب القاهرة الأول وكل الفرق عايزة تلعب عليها عشان بيجيب إراد كبير هي باقي ملعب الأندية ماينفعش يتلعب عليها لا طبعا ينفع بس ملعب الأهلي متميز بحاجة مختلفة النادي سايب مساحة كبيرة حوالين الملعب المساحة دي بتسمح بوجود متفرجين وكان النظام أنه بيتم وضع كراسي حوالين الملعب ووراهم اللي عايز يقف يتفرج يقف وكل مكان لأجرة مختلفة اللي يتفرج وهو واقف يدفع تذكرة أقل من اللي بيتفرج وهو قاعد على كرسي مش بس كده كان بيتأمل خيمة كبيرة للمشاهدين زي زي سوان كده عشان الناس تقدر تقعد في الضل وهي بتتفرج ودول بيتفعوا طبعا تذكرة قيمتها أكبر النظام ده كان بيجيب إيراد كبير مختلف عن أي نادي تاني وعشان كده وزي ما قلنا كانت الأندية بتسعى للعب على ملعب الأهلي أكتر من أي ملعب تاني لما الأهلي خد أرض جديدة وعمل ملعب جديد أصبح الملعب الجديد مخصص لمسابقات النادي المختلفة زي كاس أحمد حشمت باشا وبالنسبة للملعب الأديم إدارة الأهلي أصدرت قرار بتخصيص يومين التلات والجمعة من كل أسبوع لتدريب ومباريات فريق الكرة بالنادي وباقي أيام الأسبوع يتأجر الملعب للعايز وفعلا في فرق كتير طلب التأجير الملعب أسبوعيا طول موسم كرة القدم يعني من شهر أكتوبر لغاية شهر مايو وكان إيجار الملعب من خمسة جنيه لعشرة جنيه يعني تقريبا كده كان بيحقق إراد قدره خمسة وتلاتين جنيه في الأسبوع وأصبح إيجار الملعب الرئيسي من مصادر داخل النادي اللي بيسرف منها على الأنشطة الأخرى لكن وإحنا بنبحث في محاضر مجلس الإدارة والجامعية العمومية لفت انتباهنا في تقرير حالة النادي اللي قاله سكرتير النادي فؤاد بيك أبازة تعليقه على حالة بوفين نادي تعالوا نشوف قال إيه استدعت حركة تردد الأعضاء على النادي النظر في إصلاح حالة خصوصية البوفين وقاعة الجلوس فصار حل شركة البوفين بعد عقد جمعياتها العمومية وضمها للنادي وقد أسعدنا الحظ بأن قبل صاحب السمو الأمير إسماعيل داود إدارة البوفين فساعد ذلك في ترتيبه وتنظيم قاعة الجلوس فتحسنت حالة النادي كثيرا من هذه الوجهة وأقبل الأعضاء عليه وكثرة ترددهم وزادت اجتماعتهم ونقف هنا عند نقطتين النقطة الأولى شركة البوفين إيه شركة البوفي دي نشوف تقرير الجامعية العمومية عن سنة 1915 بيقول إيه عن تأسيسها بوفيه النادي كان دايما الأعضاء بيشتكوا منه فقرر بعض الأعضاء في 26 إبريل 1915 يعملوا شركة مساهمة تدير البوفيه ويقتسموا أربحها وأقرت اللجنة التنفيذية الفكرة وفعلا اجتمعت الجامعية العمومية للمساهمين وقررت تأسيس الشركة وضعت ليحة للشركة وانتخبت أعضاء مجلس الإدارة وعينت رأسها البوفيه ما كانش بيكسب في شهور الصيف اللي بيقل فيها حركة الأعضاء على النادي ولكن في الشتاء وده موسم العمل وتوارد الأعضاء على النادي بتزيد الحركة وبالتالي البوفيه بيكسب طبعا مش محتاجين نقول لكم إن زمان كان الطلبة في الصيف بيرجعوا لمحافظاتهم وقراءهم والموظفين بيتنقلوا لمقر الحكومة الصيفي في الأسكندرية لما نشوف النهاردة في الأندية نلاقي العكس تماما حركة النادي في الصيف أكتر بكتير من الشتاء استمرت شركة البوفيه في النجاح سنة ورا سنة وكانت إراداتها دايما بتزيد عن مصرفاتها ومجلس إدارة الشركة قرر وجود دفتر للشكاوي يدون فيه حضرات الأعضاء من آن لآخر الملاحظات التي تبدو لهم وكان المجلس المذكور ينظر فيها ويتخذ ما هو لازم لراحة الأعضاء لكن كان من تدعيات ثورة 19 إن البوفيه بدأ يخسر والحالة بقت سيئة فتم حل شركة البوفيه وضمه للنادي النقطة التانية اللي جات في التقرير وشدت لانتباه إن صاحب السمو الأمير إسماعيل داود يقبل إدارة البوفيه عارفين مين الأمير الأمير إسماعيل داود هو الرئيس التالت لللجنة نادي بنا كبرات مصر الوطنيين عشان الطلبة والموظفين ما عملوهوش أبدا لنفسهم لا حطوا أساس ونظام ونفذوه وكانوا قدوة بتوضعهم علموا الأعضاء معنى الإدارة عمليا مش بالكلام رب كوادر قادة الرياضة المصرية بعد كده ومن ضمن الأفكار الإدارية اللي تم تنفذها عام 1921 فكرة جت في تقرير حالة النادي عن عام 21 واللي ألقى سكرتير النادي فؤاد بيك أبازة بالجامعية العمومية يوم 20 يناير 1922 فقال إيه في الاجتماع؟ في الاجتماع الأول للجنة التنفيذية الحالية وكان ذلك بتاريخ 11 ديسمبر 1920 أعدنا النظر في إضاح مبدأ سبق اقتراحه على اللجنة التنفيذية في 15 أكتوبر 1920 يقضي بأن كل فريق من فرق الألعاب بالنادي ينتخب لجنة منه لتسيير أعمالها وتضم اللجنة التنفيذية عضوا يمثلها بكل لجنة من هذه اللجان وتقوم كل لجنة بانتخاب سكرتيرها الذي يكون مسؤولا أمام سكرتير النادي عن أعمال لجنته ويكون سكرتير النادي عضوا في جميع اللجان بحكم وظيفته وقد وجدنا عمليا أن هذه الخطة أفادت كثيرا إذ كل جماعة من جماعات الألعاب كالكرة والتنس وخلافه تعمل لترقية فريقها وتنشيطها وإدارة مبارايتها ده كان أسلوب جديد للإدارة وتربية للكوادر والقيادات كل فريق يختار سكرتيره اللي حيكون مسؤول أمام سكرتير النادي وزي ما احنا عارفين سكرتير النادي يعني مديره التنفيذي وسكرتير الفريق يعني كده زي مدير الكرة في الأيام دي كان اختيار سكرتير الكرة أو أي لعبة بيكون من أفراد الفريق نفسه وبيختاروا سكرتير النادي طب ليه الفريق نفسه ما يختارش من يمثله من داخله الطريقة دي أفضل لأن سكرتير النادي صعب يكون على علم بقدرات أفراد الفريق الإدارية ليه ما نسبش التجربة تطلع لنا كوادر أكيد أفراد كل فريق لما يختاروا سكرتير للفريق حيكون الشخص الأقرب لهم المنظم صحب الشخصية ممكن يغلطوا مرة ويختاروا سكرتير بيحبوه لكن مش إدارجي لكن مؤكد التجربة حتخليهم يجيبوا حد شخصيته قوية يقدر يدير الفريق ويتعلم إدارة من كبار قيادات النادي ويبقى كادر إداري بعد كده وبعد ما أصبح في كوادر إدارية ما بقى السكرتير الفريق من لعبيه لأن مع دخول المسابقات وتعددها بعد تأسيس التحدات لللعبات المختلفة زادت المهام الإدارية وأصبحت تحتاج لسكرتير متفرغ عشان اللعيبة تتفرغ وتركز في المباريات وبقى اختيار سكرتير كل فريق من الكوادر اللي تعلمت إدارة وشافت فيها إدارة النادي سمات شخصية تقدر تعتمد عليها يعني مثلا في الوقت ده كان اللعبتين الأكثر إقبالا وشعبية كرة القدم والتنس لما نستعرض الأسماء اللي كانت فيهم وأصبحت كوادر في الأهلي وفي الرياضة المصرية هنلاقي مين؟ الكوادر اللي خرجت من كرة القدم وأصبحت من قيادات الرياضة والأهلي أحمد فؤاد أنور وفكري أبازة وفؤاد أبازة ورياض شوقي ومحمد مدكور كل دول لعبوا في فريق كرة القدم بالنادي وبعدها أصبحوا قيادات ومنهم اللي تدرج في مجلس إدارة النادي قعدوا وبعدين وصل لمنصب وكيل النادي زي أحمد فؤاد أنور وفؤاد أبازة ومحمد مدكور وفكري أبازة ورياض شوقي اللي تولى منصب أمين السندوق لفترة طويلة وعلى مستوى الاتحادات كان أحمد فؤاد أنور وفؤاد أبازة ورياض شوقي من كبار قيادات اتحاد الكرة منذ تأسيسه كمان حنلاقي إن اللجنة التنفيذية للنادي ضمت من الرعيل الأول اللي لعبي كرة القدم زكي سري وحسين حجازي وأحمد مختار وحسين البابلي وكامل طه ومحمود أبازة والسيد أبازة وابراهيم فاهمي ومحمود مختار سقر وغيرهم وغيرهم وفي التنس كان بهجة الشرباجي بهجة الشرباجي بيعتبر أبو لعبة التنس في الأهلي بدأ مع افتتاح النادي الأهلي لاعب وبعدين بقى سكرتير للعبة التنس سنة 1913 وعضو اللجنة التنفيذية بالنادي وبعدها بقى أحد قيادات اتحاد التنس بعد تأسيسه منهج إدارات الأهلي المختلفة في تربية القيادات والكوادر استمر عبر سنوات طويلة منذ تأسيسه والحد النهاردة هنلاقي في كل جيل من أجيال الفرق الرياضية المختلفة لاعبين توسمت فيهم إدارة النادي سمات القيادة فشجعتهم ودربتهم الأول يبقى سكرتير للفريق اللي كان بيلعب فيه نجح ممكن يتم تصعيده لمنصب أكبر المدرسة المدرسة دي خرجت رؤساء اتحادات عالمية زي عبد المنعم واهبي رئيس الاتحاد الدولي للسلة وحسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد وعمر علواني رئيس الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة ونائب رئيس الاتحاد الدولي لللعبة كمان تولى بعد قياداته منصب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية زي الأمير إسماعيل داود ومحمد طهر باشا وعبد المنعم واهبي وعبد العظيم العاشري وتولى عبد العزيز الشافعي منصب رئيس جهاز الرياضة وخرجت رؤساء اتحادات رياضية مصرية مختلفة وقبل منسيب تقرير الجامعية العمومية عن عام 1921 في حاجة طريفة نحب نقولها في الجامعية العمومية سكرتير النادي بيقول تقرير عام عن حالة النادي وبعد كده كل سكرتير اللعبة بيقول تقرير عن حالة اللعبة خلال العام المنتهي تعالوا نستعرض مع بعض تقرير سكرتير كرة القدم واسلوب صياغة الكلام عن المباريات والاهدف في الوقت من ابتداء الموسم تسابق النادي 15 مسابقة في مصر وواحدة في الإسكندرية كانت النتيجة فوز النادي في 13 منها وتساوى في واحدة وغلب في اثنين أما عن عدد الأشواط في هذه المسابقة فكان 55 شوطا للنادي ضد 13 على النادي اللي يقرأ الكلام ده يفتكر للوهلة الأولى أن الأهل لعب في 16 مسابقة لكن واضح أن المقصود هنا بكلمة مسابقة هي مباراة يعني الأهل لعب 16 مباراة كسب 13 وتعدل في مباراة وخسر مبارتين طيب تعالوا نشوف حكاة 55 شوط دي المقصود بالأشواط هنا الأهداف يعني الأهلي أحرص في 16 مباراة 55 هدف واستقبل مرماة 13 هدف يعني الهدف كانوا بيقولوا عليه شوط يمكن جاي من شوطة مثلا مش حاجة بالزبط طبعا دلوقتي سياغة الجملة تغيرت خالص لكن نهاية سنة 1921 وبالتحديد في أكتوبر منه حصلت حاجة كانت البداية لتغيير شامل في الرياضة المصرية والحاجة دي هنعرفها لو أحيانا وأحياكم ربنا في الحلقة القادمة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر